ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فجعل لهذه الأمة هذا المنسك وهو ما يذبح في يوم العيد تقرّ بين الله عز وجل وشكراً له على نعمه الجزيلة التي أنعم بها على عباده وفي هذا الذبح الذي يكون في يوم العيد وهو ما يذبح من الأضاحي اتباع لسنة إبراهيم عليه السلام حيث إن الله تعالى ساق له ذبحاً عظيماً في بلاء عظيم ابتله به في الرؤية التي رآها أنه يذبح ابنه إسماعيل قال تعالى ففديناه بذبح عظيم فجرت السنة أن يتقرّب المؤمنون بهذا الذبح لله عز وجل شكراً على نعمه وإحياء لهذه السنة الإبراهيمية